تحرك رئاسي مفاجئ لاحتواء الأوضاع المتدهورة في محافظة المهرة شكل الرئيس عبد الربو منصر هادي لجنة من قيادات عسكرية وأمنية على رأسها رئيس هيئة الأركان العامة لفريق الروكن عبدالله سالم النخعي وتضم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الروكن دكتور أحمد الموساي ونائب مدير الاستقبارات العسكرية اللواء الروكن حسين عمران ووكيل جهاز الأمن السياسي اللواء شعف الحسين شعفل بعد نحو عام ونصف من التصعيد ضد وجود العسكرية السعودية المتزايد في محافظة المهرة جاءت هذه التحركات المفاجئة لللجنة الرئاسية بحثا عن حلل ليس من الواضح ما إذا كانت ستعمل على إزالة أسباب التوتر أم ستسعى لاحتوائه فقط فيما تبقى هذه الأسباب مشرعة على أسوأ الاحتمالات فئيس اللجنة أوضح أن مهمتها هي الإطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع في المحافظة خاصة في الجانب الأمن والعسكري والجلوس مع جميع الأطراف في المحافظة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقدرحاتهم وذلك ساعي لوضع الحلول المناسبة والخروج بالنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعاً لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى وسيكون لنا نزول إلى كثير من الوحيات العسكرية ووحيات الأمنية وسنأغضي كثير من الاجتماعات التوجهات في خامة الغركة السكيمولية نحن نطلع على كافة الأمور في المحافظة المهرة ونرفع له تقرير مفصل وواضح بكل ما يحدث في المحافظة المهرة من جوانب الاقتصادية، جوانب أمنية، جوانب عسكرية ومنتظرين توجهاتها في الجانب هذا أنجزت اللجنة الرئاسية منذ اليوم الأول لوجودها في المهرة لقاءة مع محافظة المحافظة راجح باكوريت ووكلاء المحافظة والقيادات التنفيذية ومديري المديريات وعقدت اجتماعاً مشتركاً ضمن رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة الشيخ أبطالب بن عفرار ومحافظ المحافظة باكوريت دون أن ترشح نتائج محددة عن هذا الاجتماع وللغرض نفسه ترأس وكيل محافظة المهرة السابق وأحد أبرز الشخصيات في المحافظة الشيخ علي سالم الحريز اجتماعاً في مدينة الغيظة لقيادة لجنة الاعتصام ووجهاء وشيوخ العشائر في محافظة المهرة خارج بإجماع حول ضرورة أن تستمع اللجنة الرئاسية لمطالب أبناء المحافظة الرافضين لدور محافظة المحافظة راجح باكوريت وتماهيه مع التواجد العسكرية السعودية في المحافظة يأتي ذلك وسط أنباء تداولتها مصادر إعلامية تفيد بأن رئيس اللجنة الرئاسية أبلغ قيادات في المحافظة بصدور توجيهات الرئاسية قضت باعتماد كتيبتين شرطة عسكرية وكتيبة أمن خاص من أبناء المهرة وذلك لتأمين المنافذ والحفاظ على أمن استقرار المحافظة دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يكفي لانسحاب القوات السعودية من هذه المنافذ نجاح مهمة اللجنة الرئاسية مرهون في نظر المراقبين بالرضى العام لأبناء المهرة الذي يستدعي الوقوف على المخاوف الأساسية للقطاع الأوسع منهم إزاء الوجود العسكري السعودي الكثيف في محافظتهم والذي يؤسس بنظرهم لبؤرة صراع الجميع في غنى عن تداعيتها الخطيرة على البلاد والإقليم